من الفساد ومن البجاحة والإصرار على الفساد دائما ما تجد أمرا مشرقا بل الكثير من المشاهد المشرقة المشهد بتاع النهاردة ده مشهد شديد الإشراق يعني أنا عايزك تقعد تتفرج مش على أي حاجة خالص هتتفرج على أفلام تم إنتاجها في الثمانينيات أفلام عادي أفلام عربي يعني إنتاجها في الثمانينيات والتسعينيات إلخ إلخ أقول لك على فيلم اللطيف تتفرج عليه بطولة العظيم رحمة الله عليه محمود ياسين وحسين فاهمي وصفية العمري وطبعا فريد شاوي أصوار المدابغ شقل علي القدير أنك تتفرج على الفيلم ده مبارح وهنا الصورة رح تمنقولة بي على أصوار المدابغ دلوقتي وأنا وإنت بنتكلم وقت تصوير الفيلم الحتة بتاعة المدابغ اللي هي وراء صور مجرى العيون كانت عاملة إزاي والنهار ده بقت عاملة إزاي والسكان دول حالهم اتغير من حال إلى حال أفضل منه عشرات المرات إزاي ده اللي عملته مصر ده اللي عملته الجمهورية الجديدة ده المفهوم اللي لازم تبص عليه في مفاهيم الجمهورية الجديدة اللي هو مش من تغيير حال إلى حال لا فكرة القفزة إنك من إنك تعيش في بيت متهالك سيء لا تدخله الشمس ما فيهوش مية نظيفة ما فيهوش صرف صحي الكهربا مسروقة تحيط بيك الروائح الغير جيدة نتيجة المسألة بتاعة دبغ الجلود أكوام من القمامة لو تتذكروا الرقم اللي تقال إنه ترفع من عند صور مجرى العيون أظنوا مش عايف كان 700 ألف طن باقي حاجة غريبة كده يعني الناس دي النهاردة عايشة في البيوت اللي احنا شفناها النهاردة الصبح احنا معنا للتليفون المهندس أيوة بص قبل ما ناخد معنا المهندس خالد عشان بس نعايز أكد لكم على حاجة هذه البيوت للناس المحترمين من أهلين دول الناس بتستلم البيت مبدئيا عشان في الناس بيقول لك ده بيت قد كده لأ هو البيت ده بيبقى أقل حاجة فيه قطنهم أقل حاجة فيه مفيش بيت بيتسلم قدة نوم وصالح يعني أقل حاجة فيه قطنهم الشقة للأسرة مش لعائلة كاملة للأسرة طيب وبتسلم زي ما حضرتك شايف اللي حضرتك شايفه ده هو اللي بيحصل في مصر بيحصل بس السنة دي لأ وكان بيحصل السنة اللي فاتت وبيحصل السنة اللي قبل اللي فاتت السؤال بقى احنا عايزين نشوف ده ولا مش عايزين نشوفه احنا عايزين نشوف انه مصر بتسلم بيت متشطب ومفروح بالتلفزيونات بتاعته على سبيل المثال يعني مثلا طيب العمرة دي أحلى ولا اللي كانت ورا صور مجرى العيون أحلى طيب العمرة دي أحلى ولا اللي كانت مثلا في حتة اسمها بطن البقرة عند مدحف الحضارة كده أحلى العمرة دي أحلى ولا اللي كانت في تل العقارب أحلى العمرة دي أحلى ولا اللي في غط العنب أحلى نقعد بقى تعالى نقعد نعد في عشرات المناطق اللي كانت المساكن اللي فيها مناطق بنسميها غير آمنة يعني ايه غير آمنة؟ يعني غير صلحة على الإطلاق ان الناس تعيش فيها وإلا انه حياتهم تظل دائما تحت تهديد الخطر الداهم دي مش جرافيكس اللي انت شايف قدامك ده مش جرافيكس انت شايف قدامك ده مش فيلم كرتون اللي انت شايف قدامك ده حقيقي يعني الصورة اللي جايبة جاية من الدرون كده على الشارع بالميدان بالجناين بشكل العمرات إلا يا قدام حضرتك واقع فعلي ملموس تاخد بعضك كده وتروح وتمسك العمرات حط إيدك عليها كده الشجر حقيقي ما هواش بلاستيك